أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في ألية عمل الجهاز الإداري للدولة بتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ لمتابعة ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي زهرت العاصمة بمدينة بدر وأشد مدبولي على أن الدولة حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل الممارسات في هذا الإطار حيث تم مراعاة أن لا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل بل لا بد أن يكون هناك تغييرا كذلك في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة أيضا على تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالوحدات الإدارية التي تم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة